موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية نبدأها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية اختتام مؤتمر التعدين الدولي بالرياض بمناقشة واقع ومستقبل التعدين في المنطقة وزارة الصحة تعلن البدء في المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للفئات الأعلى خطورة بسم الله الرحمن الرحيم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصوصها أمر ملكي الرقم ألف تقسيم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين التاريخ عشر ستة ألف أربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكمة الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف أربعمائة وثني عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم ثلاثة عشر بتاريخ ثلاثة ألف أربعمائة واربعة عشر للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم مئة وثمانية وثلاثين بتاريخ العشرين من الشهر الرابع من عام ألف أربعمائة واربعين للهجرة أمرنا بما هو آت أولا ثانيا يعفى معالي الأساد محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه ثانيا يعين معالي الدكتور عصامة بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى مع استمراره في مهامه الحالية ثالثا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم ثلاثمائة وأربعة وثلاثين التاريخ عشر ستة ألف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام الف واربعمائة واثني عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم عشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام الف وثلاثمائة وواحد وتسعين للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم أربعة عشر بتاريخ ثلاثة ثلاثة ألف واربعمائة واربعة عشر للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين معالي الأساد محمد بن فيصال بن جابر أبو ساق مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل السعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم ثلاثمائة وخمسة وثلاثين التاريخ عشر ستة ألف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل السعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف أربعمائة واثني عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفية المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم عشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام ألف وثلاثمائة وواحد وتسعين للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم أربعة عشر بتاريخ ثلاثة ألف واربعمائة واربعة عشر للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين معالي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان مستشهرا بالديوان الملكي بمرتبة وزير ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم ثلاثمائة وستة وثلاثين التاريخ عشر ستة ألف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف واربعمائة واثني عشر الهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 33414 الهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 294 بتاريخ الثالث والعشرين من الشهر الثامن من عام 1440 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين معالي الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم ثلاثمائة وسبعة وثلاثين التاريخ عشر ستة ألف أربعمائة وثلاثة وأربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف وأربعمائة واثني عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم عشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم ثمانية بتاريخ التاسع عشر من الشهر الرابع من عام 1406 للهجرة وتعديلاته وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم أربعمائة واثنين وستين بتاريخ الأول من الشهر السابع من عام 1441 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم أربعة عشر بتاريخ ثلاثة ثلاثة ألف وأربعمائة واربعة عشر للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين معالي الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم ثلاثمائة وثمانية وثلاثين التاريخ عشر ستة ألف أربعمائة وثلاثة وأربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكمة الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف أربعمائة واثني عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ألف تقسيم عشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام ألف وثلاثمائة ووحد وتسعين للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم أربعة عشر بتاريخ ثلاثة ألف أربعمائة واربعة عشر للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين الأستاذ عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائبا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم ثلاثمائة وتسعة وثلاثين التاريخ عشر ستة ألف أربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكمة الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف أربعمائة واثني عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ألف تقسيم عشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام ألف وثلاثمائة وواحد وتسعين للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم أربعة عشر بتاريخ ثلاثة ألف أربعمائة واربعة عشر الهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي الرقم ألف تقسيم ثلاثمائة واربعين التاريخ عشر ستة ألف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف أربعمائة واثني عشر الهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم عشر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام ألف وثلاثمائة وواحد وتسعين للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم أربعة عشر بتاريخ ثلاثة ألف واربعمائة واربعة عشر للهجرة أمرنا بما هو آد أولا يعين الأساد سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعدا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على منحي مائتين وثلاثة وستين مواطنا ومواطنة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفن دماغيا نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تحيات خادم الحرمين الشريفين والسمو للعهد لفخمة الرئيس حليم يعقوب رئيسة جمهورية سينغافورا جاء ذلك خلال استقبالها للسمو وزير الخارجية خلال زيارته الرسمية بالعاصمة سينغافورا حيث جرى استعراض العلاقات بين المملكة وسينغافورا وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما ناقش فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطرقا إلى جهود البلدين في حماية كوكب الأرض وما أعلنت عنه المملكة من مبادرتين السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر هذا واستعرض سمو وزير الخارجية مع دولة رئيس وزراء جمهورية سينغافورا السيد ليحسين لونغ أبرز فرص التعاون بين المملكة وسينغافورا في ضوء رؤية المملكة عشرين ثلاثين وأهمية نقلها إلى فاق أرحب وأهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في البلدين بما ينعكس على تنمية وازدهار الشعبين والبلدين وبحث أيضا أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين بحضور فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسمو يزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز احتفلت وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركة أكواباورا السعودية بوضع حجر الأساس لمشروع محطة لتوليد الكهرباء باستغلال طاقة الرياح تبلغ طاقتها مئتين واربعين ميجاوات وبقيمة استمارية تصل إلى ألف ومائة وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي وذلك عقب توقيع اتفاقيات شراء الطاقة واستثمارها ونقلها وفق نموذج مشروعي مستقل لتوليد الطاقة وأكد سمو وزير الطاقة أن المشروع الذي وقعت اتفاقياته في نهاية عام ٢٠٢٢ تحول إلى واقع ملموس ليكون لبنة في مسار العلاقات الثنائية ويعكس التزام البلدين بتطوير استخدامهما لمختلف مجالات الطاقة خاصة مجال الطاقة المتجددة هذا ويعد هذا المشروع الأول والأكبر من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة في أدربيجان إذ سيسهم في دعم جهود أدربيجان لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة اختتمت اليوم جلسات مؤتمر التعدين الدولي الذي تصطيفه العاصمة الرياض بحضور كبار المستثمرين والمسؤولين حيث ناقش المؤتمر في يومه الأخير جملة من الموضوعات في واقع ومستقبل التعدين بالمنطقة والعالم ومدى إسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات إضافة إلى استعراض إمكانيات فرص هذا القطاع في المملكة والإقليم وشارك في المؤتمر أكثر من ألف شخصية من مئة دولة منهم وزراء في قطاع التعدين وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم وقادة القطاعات المالية ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية شهد المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي قبالا من المستثمرين والرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات إلى جانب المهتمين المعرض ركز على تقديم التقنيات التي ستسهم في تأسيس قطاع التعدين المستقبلية الذي ستلعبه دورا جوهريا خلال السنوات المقبلة نتابع 12 جهة حكومية بالإضافة إلى العديد من شركات القطاع الخاص المحلية والدولية التي تستثمر في قطاع التعدين تعرض الفرص الاستثمارية في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتعدين يركز المعرض المصاحب للمؤتمر على تقديم التقنيات التي ستسهم في تأسيس قطاع التعدين المستقبلي الذي ستلعب فيه السعودية دورا جوهريا خلال السنوات المقبلة ويضم المعرض أجنحة مخصصة لبعض دول المنطقة وسيعزز المؤتمر المصاحب قيادة المملكة الاستراتيجية لهذا القطاع ويساهم في عرض التقنيات والابتكارات المتقدمة ويسر إقامة شركات جديدة وتبادل للمعارف تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال تنظيمها للمؤتمر إلى تسليط الضوء على قطاع التعدين في المملكة وما يحمله من فرص للمستثمرين فيه حيث يتيح المؤتمر الفرصة لمناقشة تمويل مشاريع القطاع ويقدم للحاضرين نظرة متعمقة على الأطر التنظيمية القائمة وإمكانية الحصول على الأراضي ودور الجهات الحكومية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة عرض للفرصة الاستثمارية والعديد من المتحدثين المختصين المحليين والدوليين في مجال التعدين كل ذلك من أجل خلق بيئة استثمارية وعلمية في هذا القطاع على مستوى العالم نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل المملكة تسجل رقما قياسيا جديدا من الإصابات اليومية بكورونا وفيها أيضا الموافقة على خفض نسبة الاشتراكات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 5499 إصابة بفيروس كورونا بالمملكة وتعافي 2978 حالة فيما ارتفعت الحالات الحارجة لتصل إلى 262 حالة إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة رحمهم الله هذا وتجاوز عدد الذين حصلوا على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا أربعة ملايين وثمانمائة ألف والجرعتين بأكثر من 23 مليون واربعمائة ألف شخص فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 25 مليون ومائة وسبعين ألفا من سكان المملكة ومن جانب آخر أعلنت وزارة الصحة بدء المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من 5 سنوات إلى 11 عاما والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم وأضحت الصحة أنه قد تم ليوم الانتهاء من المرحلة الأولى حسب الأولوية العمرية مشيرة إلى العمل على التوسع بالتدريج لغاية الوصول إلى مرحلة تحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية تواصل أمانات المناطق جولاتها الرقبية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمملكة وضبط المخالفين للجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة يضم إلينا من مكة المكرمة مراسل أخبار السعودية زميل باسل ممدوح مساء الخير باسل وأهلا بك معنا في نشرة الرئيسة من أخبار السعودية بداية كيف رصدتم مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث أنت الآن في البداية وشي أهلا وسهلا فيك عزيزي أهلا وسادة مشاهدي قناة السعودية بالتأكيد نحن اليوم نقف هنا في مكة المكرمة تحديدا في هذا المكان الذي يستقطب جميع أهالي مكة وزوار مكة طبعا نشاهد الجميع هنا يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي ولبس الكمامة الجميع هنا غير أنه ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبعا في هذه الفعالية يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وفرض كذلك عقوبات لجميع الذين يخالفون أنظمة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحديث أكثر ينضم معنا لأستاذ إسماعيل محمد مسؤول الصحة في هذا المكان في بداية وشي أهلا وسهلا فيك سيد إسماعيل معنا على شاشة السعودية اليوم خير نتكلم عن ما هي الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة داخل هذه الفعالية بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بشاشة السعودية حياكم الله وضياكم بالنسبة للإجراءات الاحترازية هناك بوابات فريق شغالين فيه من نفس البوابات الإجراءات الاحترازية من لبس كماما ومن الأمور التكدس من إبراز توكلنا من أمور جميع الإجراءات الاحترازية شغالين فيه والله الحمد هل هناك كذلك حركة تفويج خاصة لزوار هذا المكان وفي الأماكن العامة تحديدا هل هناك تفويج لزوار الأماكن نعم هناك فرق شغالين فيه نفس المكان يعني منظمين من التفويج من ثلاثة أربع بوابات والله الحمد والمنة شغالين فيه والفريق قائم على أدق الأمور بالذات الأمور الإجراءات الاحترازية الأشخاص الذين وضعتهم كذلك وزارة الصحة وأمانة العاصمة والفعاليات في جميع أروقة مكة اليوم نشاهد الفعاليات الكبيرة هل هناك بروتوكولات متخذة من قبل هؤلاء الشباب؟ نعم هناك عقوبة لجميع من لا يلبس يعني يسمع بالإجراءات الاحترازية بالنسبة لعدم لبس الكمامة عدم إبراز توكلنا لهم عقوبات صارمة شغالين في أمنا بالذات في هذه الدولة يعني وهناك جهة مختصة يحولون عليه هل منذ بداية الفعاليات الواقعة هنا في مكة هل تم فرض عقوبات للمخالفين لإجراءات الاحترازية والوقائية؟ والله الحمد للآن لم تبين لنا أي مخالفين لكن إن كان هناك أناس يعني ما يعني يشتغلون على عدم إجراءات الاحترازية فلهم عقوبات أيضا يؤهلون إلى جهة مختصة يعطيك العافية إسماعيك وتمعنا ضيفا على شاشة السعودية شكرا لك العفو حبي الله يطول لعمر طبعا كما شاهدنا عزائنا مشاهدين اليوم نحن نقف هنا في مكة المكرمة في هذا المكان الذي يسقطب الزوار وفي هذه الفعالية نشاهد لجراءات الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة والتباعد الجسدي طبعا هذا كل ما لدي عزيزي أحمد عودة لك في الاستوديو إذن مراسل أخبار السعودية زميل باس الممدوح من إحدى الفعاليات المقامة حاليا في مكة المكرمة شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم نضم إلينا عبر الهاتف من المدينة المنورة استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية دكتور عاصم علام مساء الخير دكتور عاصم وأهلا ومرحبا بك معنا في نشرة الأخبار الرئيسة بقناة السعودية بداية وزارة الصحة اليوم أعلنت أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا في المملكة منذ بدء الجائحة ما هي أسباب هذا الارتفاع القياسي بعدد الحالات هيئك الله بيك أخير كريم السيق بالخير والسادة المشاهدين حقيقة نعم فعلا نرى اليوم لكم قياسي في عدد الحالات تقريبا تداولة خمس ثلاث حالة أذكر آخر مرحبا هذا الرقم كان في 22 في شهر يونيو أو يونيو الماضي لكن في هذا الوقت كان حالة الحرجة يقارب 1700 حالة الآن حالة الحرجة تقريبا 250 أو 260 حتى ما أذكر فبالتالي الفرق العالمين أوظرت لنا فعالية اللقاحات المستخدمة والله الحمد يعني توديه الفيروس أو آداء الفيروس أو ميكرون خاصة معلوم مسبقا أنه سريع في الانتشار أو ميكرون يتخطى مناعات لكن لا مازالة اللقاحات لها تأثير قوي جدا معامل الانتشار عالي جدا تقريبا مشابه لثلاثة فأعتقد مما أننا في منتصف فصل الشتاء سيتستمر الرقام نوعا ما بارتفاع طفيف والله الحمد نسب اللقاحات جيدة في الأقرابية السعودية أعتقد أكثر من خمسين مليون لقاح معطى سيتم عند عيوة الأطفال للمدارس الجدائية كما الفقرات السابقة إن شاء الله سيتم وضع جدوى العمل لقطعهمهم فحاليا نبقى على ما نحن عليه من إجراءات الاحترازية دائما التركيز على آخر التوقع التنشيطية ولكل من لم يأخذها خاصا بعد مرور ثلاثة أشهر أو ستة أشهر نعم دكتور عاصم بالتأكيد المتحور الجديد الفيروس كورونا والذي أطلق عليه أوميكرون تفشى بالعالم والمملكة أيضا جزء من هذا العالم حدثنا عن هذا المتحور وما هي الفروقات ما بينه وبين المتحورات الأخرى وخصوصا الأشد خطورة الذي سبقه وهو متحور ديلتا أوميكرون يفرق عن متحور ديلتا في فرقين جوهريين أولا متحور أوميكرون يصيب جميع الأعمار على حج سواء متحور ديلتا السابق كان يصيب كبار السن فقط متحور أوميكرون نسب دخول المستشفيات أقل من سادقي كما ترى الآن الحالات بالألاف ولكن نسب الحالات الحالية والحاجة للمستشفيات أقل تقريبا يقارب 2% ديلتا كانت الحالات دخولها عالي جدا يقارب 10% فهذه أهم فرقين جوهريين بين أوميكرون ودلتا هذه علامة جيدة بالنسبة لنا وعلماء البرسادة الملائنا كلما كان المتحور أضعف في الضراوة وأكثر في الانتشار كلما إن شاء الله دليل على أننا نحن كليميكيين في نهاية الجائحة هذه المفرقين الرئيسيين نعم بإذن الله دكتور ما هي نصيحتكم للمواطن والمقيم؟ يعني في ظل هذه الارتفاعات في عدد الإصابات اليوم سجلنا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات في المملكة بأكثر من خمسة آلاف حتما أعتقد الجرعة التنشيطية التي أقرتها ذات الصحة ورفضة العمليات هي الضرورة الملحة وإسترفاهية كل مواطن أو مقيم مواطن أو مقيمة مر على الجرعة الثانية شهران أو ثلاثة ثلاثة شهور يبادروا بأخذ اللقاحات الحقيقة هي الوقت على الله سبحانه وتعالى الأحرص وأغفر بسدة لف الكمامة تتنب الازدحامات عدم السفر الخارج إلا للضرورة القصوى والتباعد الجسدية إذن الدكتور عاصم علام استشاري الأمراض المعدية من الرياض شكرا جزيلا لك كشف التحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن استدافات نفذها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء أسفرت عن مصرع أكثر من ثلاثمائة واربعين حوثيا وقال التحالف إنه نفذ في مأرب وإحدى وثلاثين عملية سداف Jessie ضد الميليشيات خلال آخر أربع والعشرين ساعة ما أسفر عن تدمير ثمان عشرة آلية عسكرية للميليشيات وإحداث خسائر بشرية تجاوزت مائتين وعشرين عنصرا من الحوثيين وفي البيضاء أعلنت تحالف عن تنفيذ ثمانتين وعشرين عملية سداف ضد الميليشيات في آخر أربع وعشرين ساعة ما أدى إلى تدمير ثلاث عشرة آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصرا هذا وأعلن التحالف عن التحام ألوية اليمن السعيد في الجيش اليمني بألوية العمالقة بجبهة مأربة الجنوبية وذلك لمواجهة عناصر ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران مثمنا بطولات ألوية العمالقة ودعم الأشقاء بدولة الإمارات لحرية اليمن السعيد اختتمت اليوم فعالية التمرين البحري المشترك الشط الآمن خمسة في نسخته الخامسة والذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة القوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية ويعد التمرين من ضمن التمارين المشتركة في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وقد تم في هذا التمرين تنفيذ العديد من العمليات العسكرية المشتركة بهدف رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة في مجال القتال بالمناطق المبنية أعلنت المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية عن صدور الموافقة على تعديل نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند حيث تم اعتماد تخفيض نسب الاشتراك لتكون 1.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات بدلا من 2% يتحملها مناصفة كل من المشترك وصاحب العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 1.1.2022 أتاحت المنصة الوطنية للتبرعات تبرع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمتي التبرع الدوري وخدمة إخراج زكاة المال عبر الموقع الإلكتروني للمنصة وتطبيقها على الهواتف الذكية وتضمنت خدمة التبرع الدوري بشكل شهري أو سنوي وفقا لرغبة المتبرع كما تضمنت خدمة زكاة المال حاسبة الزكاة لتسهل على المتبرع حساب الزكاة سواء كانت من زكاة المال أو الذهب أو الفضة وغيرها وتمكن المنصة المتبرعين من التحقق من الجمعيات الأهلية المرخصة وتلبي احتياجات الأسر المستحقة للإعانات وكذلك المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من أجل رفع مستوى الشفافية والموثوقية للعمل الخيري والتنموي مشاهدنا الكرام نشرتنا انتهت وبقي أن نذكركم بأبرز عنوينها خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية اختتام مؤتمر التعدين الدولي بالرياض بمناقشة واقع ومستقبل التعدين في المنطقة وزارة الصحة تعلن البداء في المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للفئات الأعلى خطورة شكرا لكم مشاهدنا الكرام على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه شكرا لكم